أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن صدور القانون البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحري نعم ويضم القانون بحلته الجديدة أحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع حيث روعي في صياغته تشريع جميع الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية محليا وإقليميا في تعديله معالجة عميقة للقصور الذي كان يلازمه طيلة ما يزيد على ثلاثين عاما وفي مراجعته وتنقيحه تبيان لملامح حلة جديدة لمضامين وبنود قانون بحري حديث وشامل يمثل إقراره نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحرين بجهود وحنكة فكري مختصين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بانت تشريعات القانون الجديد الذي سيكون له ذلك التأثير الملموس في تطوير مختلف الأنظمة لتحقيق دور البحرين الريادي في القطاع البحري ووفق إطار القوانين البحرية الدولية والإقليمية التي انضمت لها المملكة مع الأخذ بالاعتبار مراعاة القوانين المحلية قانون عصري من المؤمل أن يوجد شكلا جديدا ورحبا لمجال صناعة النقل البحري في المملكة فهو من سيكون ممهدا لعوامل جذب حقيقية للاستثمارات في هذا المجال ليتم الاعتماد عليه في أن يوضع كأداة ضامنة لحقوق المستثمر وحماية استثماراته مما سيشكل دعما إضافيا وكبيرا للاقتصاد البحريني القانون البحري الجديد جاء ضاما لأحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع فب393 مادة جاء القانون الذي روعي في صياغته تشريع الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية كافة كتلك القواعد المعنية بتسجيل السفن ونقل ملكيتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الرباني والأحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة إلى جانب تبيان الجوالب المتعلقة بحطام السفن وحماية البيئة البحرية منها والأحكام المتعلقة بتأجير السفن إضافة إلى التأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ البحرية التجارية وغيرها من المواضيع ذات الصلة ترجمة نانسي قنقر